يعني احنا جبنا حد من الغرفة التجارية جبنا حد من اتحاد الصناعات جبنا حد من شعبة المستوردين والحقيقة كل فئة بتدافع عن ناسها يعني الصناع بيقول الصناع دول يعني ما فيش حد فيهم بيغلط او الجانب الاكبر ربما التجار هم اللي بيزود الاسعة روحنا للتجار قالوا احنا بين فكاي الراحة ولا فكاي الاسد لا ده المستوردين المستوردين قالوا ان احنا محكومين ايضا بتكلفة ومعدل ربح المفروض فكل الناس طبيعي لكل الناس ما حدش هيقول لنا غلطان ده انا متأكد من كده لكن في النهاية المواطن بيدفع التامن طيب من اللي بيدفع التامن تاني الحكومة بتدفع التامن والله ما دفعنا عن الحكومة على الاطلاق لكن ايضا الحكومة ما هي هي اللي تتحمل هذه الاعباء لما بقى في مشكلة في الاسعار احنا بنمسك خنائي الحكومة يعني الحكومة بتتحمل يعني هي لما النهاردة في مشكلة في الاسعار بتزيد احنا بنرجع نقول ايه يا تاجر ولا بنقول يا حكومة الحقيقة يا حكومة فالحكومة بتقعد بتعمل اجتماعات بتعمل لجان لكن الازمة النهاردة احنا بقلنا من حرب الرسال الاوكرانية عشر شهور يعني المفروض كان الاجراءات دي اتعاملت قبل كتن تقديري ممكن يبقى غلطان لكن شايف انه عمل او تنظيم او ترتيب سعر عادل القرار اللي تخز النهاردة ان احنا نعمل لجنة ثلاثية من الغرف ومن التحامل الصناعات ومن حماية المستهلك عشان احط سعر عادل كانت موجودة المفروض تبقى موجودة قبل كتن المفروض كانت ده وجه نظر معرفش انا حاول ان اقتصد بحد من الجانب الحكومي محدش دخل معنا حقيقة برضو يعني انا بقول وبتكلم بعفواش دي جدا وانا لا يهموني في هذا الامر الا الحقيقة ومصلحة البلد بصرح نظر الاشخاص الاشخاص كله بيجيوا يروح لكن انا يعني زي مايلي قلتلهم يا جماعة انا عايز جانب حكومي وعايز التعارف الصناعات والغرف التجارية والمستوردين والجماعة بتوحيماية المستهلكة وانا لا حدش فاضي هو يعني يا عم انا مقدر ان كان فيه نهاية كياس العالم انا مقدر معافيش مشكلة لكن يا جماعة الشغلانة كياس العالم اختناسة يا جماعة خلينا يعني معلش معلش يعني شوية والله شوية انا اسف انا اسف بقول احترموا الاعلام بشكل يليخ بدوره احترموا الاعلام بشكل يليخ بدوره انا الاسبوع اللي فات الاسبوع اللي فات احا اتكلم طلبنا رئيس رئيس الجهاز حماية المستهلك ايمن حساب لا رد علينا ولا تدخل معنا ولا غير يعني انا وانا عايز اغير معلومة انا عايز اغير معلومة يا جماعة انا عايز معلومة عايز حضيره هذا الوقت وهذا التوقيت هو توقيت جهاز حماية المستهلك شكرا